المجلس الأسبوعي لحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوج تابع في بدايته عرضاً حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات 2024-2026 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادي افتاح وتطرق العرض لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر ستة الأولى من هذه السنة ونتائج تنفيذ قانون المالية في متن شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية لسنة فضلاً عن البرمجة الميزانيتية لثلاث سنوات المقبلة 2024-2026 المجلس صادق خلال أشغاله على مشروع المرسوم الذي يحدد تاريخ إحصاء السكان والسكنة بالمملكة قدمه وزير الداخلية عبدلوى في الفتيت الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الوردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ العشرين من أكتوبر 2010 وتنفيذاً لهذه التوجيهات الملكية السامية واحتراماً للأجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الممم المتحدة ذات الصلة سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولات والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفودهم وذلك تبقى لمقتضيات المرسوم جوج 04415 بتاريخ 30 أغسطس 2004 كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب ويروم هذا المشروع إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ عقود التموين المبرمة من لدن القطاع الصحة في أحسن الظروف وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5% من جهة أخرى اطلع مجلس الحكومة على الاتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين المملكة المغربية وجمهورية السيرليون الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023 أهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع الاستثمار المساهم في التنمية المستدامة وتعزيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص شغل وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص للبلدين ولأجل ذلك يتعهد كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته المعمول بها تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمر أحد الطرفين من أجل إنجاز الاستثمارات فوق الترابي فوق الترابي الطرف الآخر هذا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصدقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور ترجمة نانسي قنقر